بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس لابتدائي مع حلقة جديدة وشرح منهج الدراسات الاجتماعية على منصة البس المباشرة التابعة لوزارة التربية والتعليم إن شاء الله النهاردة نبدأ في الدرس الرابع في الوحدة الأولى نتكلم عن الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر يعني هنعمل مقارنات كده ما بين الحياة الاجتماعية قديما وحديثا هنتكلم في الدرس عن طبقات المجتمع المصري قديما دور أفراد الأسرة قديما العمل والترفيه في مصر قديما هنتكلم عن الملابس وأدوات الزينة في مصر قديما المهارة طبعا ملاحظة بعض الصور والأشكال طبعا هنعرضها التمييز ما بين أوجه الشبه والاختلاف طبعا ما بين قديما وحديثا هنترح بعض الأفكار من خلال استعراضنا للحياة الاجتماعية عند المصري القدماء هندرك بعض القيم اللي كانت طبعا موجودة عندهم زي اتقال العمل التعاون الصدق احترام الآخر ونتحدث عن بعض القضايا طبعا زي المواطنة والعولمة وعدم التمييز ضد المرأة أهداف درسنا النهاردة في نهاية الدرس سأكون قادرا علاء أتعرف بعض ملامح الحياة الاجتماعية عند المصري القدماء زي ما قلنا في البداية طبقات المجتمع دور أفراد الأسرة وسائل الترفيه الملابس هنقارن ما بين مكانة المرأة في مصر قديما وحديثا هنستنتج بعض قيم الأسرة عند المصري القدماء من خلال تحليل بعض النصوص التاريخية في البداية طبعا لنتفاعل معا هنفكر بعض كده أن استقرار المصر القديم في الوادي وتكوينه للأسرة طبعا الأسرة هي نواة أي مجتمع وهي تكون من أسر صغيرة ثم أسر كبيرة بيتكون للمجتمع الاستقرار ده ساعد على تماسك المجتمع وكان عامل طبعا مهم في نشقة الحضارة المصرية القديمة هل تعرف كيف كان شكل الحياة الاجتماعية في مصر القديمة وما دور أفراد الأسرة وهل اختلف عن الوقت الحالي نقوله أن المجتمع المصري القديم يا أولاد كان المجتمع المصري القديم ينقسم لأربع طبقات طبعا إحنا دايما بنقوله أن المجتمع في مصر القديمة كان يشبه الهرم مجتمع هرمي يعني الطبقة الدنيا أو الطبقة الرابعة اللي هي تحت كده عددها أكبر من الطبقة التالتة والتالتة أكبر من التانية والطبقة الأولى دي كانت مجموعة محدودة اللي هي كانت الملك أو الفرعون طبعا وأسرته دول بيمثونه طبعا أعلى طبقات أو أعلى طواقف وأفراد المجتمع المصري يأتي في الطبقة التانية الوزير كبار الكهنة حكام الأقاليم قادة الجيش وكبار طبعا الكتاب اللي هم الكتب الخاصين بالملك أو بالوزير أو الإدارة المركزية في الطبقة التالتة طبعا صغار الموظفين اللي هم برضو كتب لكن موجودون في الأقاليم أو في إدارات حكومية صغيرة صغيرة طجار طبعا وكبار الحرفيين طبعا نقولوا أن مش الحرفيين لكن هي كبار الحرفيين يعني احنا نقصد بها الحرفيين المهرة زي النحاتين الرسامين دول طبعا عددهم أو مهرتهم مخلياهم طبعا طبقة مميزة شوي لأن طبعا كان بيتم الاستعانة بهم في محط التمثيل للفرعون أو المقابر أو تزيين المقابر فطبعا كانت الحاجة لهم وبالتالي كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي أفضل من الحرفي العادي اللي هنلاقيه طبعا في الطبق الرابعة لما صغار الحرفيين طبعا الطبق الرابعة العاملين بالزراع الفلاحين في رجاء مصر الرعاة الصياضي وصغار الحرفيين دولة طبعا في الطبق الرابعة لكن هللاحظ أن طبعا رغم أننا بنقول لده تقسيم طبقي لكنه ليس تمييز طبقي الفرمة بين التقسيم والتمييز طبعا زي ما قلنا كده ان ده تقسيم يعني احنا بنصنف افراد المجتمع المصري بناء على المهن بتاعتهم او المكانة الاجتماعية او مستوى التعليم او مستوى السلطة بتاعهم لكن ما كانش فيه تمييز طبق يعني ايه تمييز بقى يعني ان فيه طبقة احسن او لها من الحقوق اكثر من غيرها طبعا باستثناء الملك واسراته يعني لكن احنا كان يقدر واحد من الطبقة الرابعة اللي هو فلاح ان يروح يشتكي حاكم الاقليم اللي هو في الطبقة التانية للملك او للوزير والملك والوزير يبحثوا شكواه وان كان لحق يقتصوا من حاكم الاقليم او يحسبوه تمام ده معناه ان كان فيه عدالة وفيه مساواة في الحقوق والواجبات وبالتالي ده كان عامل من عوامل استقرار المجتمع المصري لان طبعا الشعور بالظلم هو عامل من عوامل تفكك اي مجتمع وانهياره اما الشعور بالعدالة والمساواة طبعا والمعاملة والكويسة وتوافر حقوق الانسان لكافة افراد المجتمع طبعا ده عامل من عوامل التماسك وده طبعا كان سبب من اسباب استمرار الحضارة المصرية وتمسك المجتمع المصري على فترات طويلة جدا من الزمان إن ما كانش فيه تمييز طبق كان اللي احنا بنعرضه ده على الشاشة هو مجرد تقسيم طبقي بنتكلم على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي فقط ولكن جميع المصريين كانوا متسويين في الحقوق ولا واجبات طبعا ما عدل الفرعون لأنه كان حاكم مطلق لكنه برضو كان يتفاخر بإقامة العدل في أي وقت وإنه دايما كان بينطفض لنصرة أي مظلوم والشعب بتاعه كان بينعم بالعدالة والمساواة والأمن في ظل حكم هذا الفرعون على اختلاف طبعا الحكام في مصر القديم وكان لكل طبقة طبعا دور مهم في بناء الحضارة المصر القديمة مما ساعد على استقرار المجتمع وتقدمه فكل مجتمع تكون من أسرة والأسرة تتكون من أب وأم وأبناء ولكن كيف يقضي المصري القديم يومه يعني الروتين أو الحياة اليومية في مصر القديمة طبعا كان الاستيقاظ المبكر في الصباح طبعا من أول ما نهاري شأشأ زي ما بيقولوا كلمة شأشأ ديت يعني كلمة فرعونية ويبدأوا الأبناء يذهبوا إلى بيت الحياة الي المدرسة كانت طبعا بيطلق عليها في مصر القديمة بيت الحياة لأن طبعا المصريين القدماء كانوا مدركين أن العلم هو الحياة وهو النور اللي بيقضهم للأمان بما تفسر طبعا ليه كان الأبناء أو الأطفال بيذهبوا إلى المدرسة ليتعلموا القراءة والكتابة ويدرسوا العلوم المختلفة بعد كده بيتم الذهاب إلى العمل مساعدة الوالدين طبعا في الحقل أو مساعدة الوالدين في البيت طبعا كان في حرص على تربية الأولاد وتعليمهم العديد من القيم كان هدف أساسي للمصر القديم طبعا هو غرس القيم والأخلاق الحميدة مثل الحب والتعاون والصدق واحترام الآخر وإتقان العمل في طبعا الأطفال عشان يشبه على هذه القيم والمبادئ ويكونوا طبعا مواطنين صالحين نافعين للمجتمع والتالي الحياة الأسرية داخل الأسرة ما بين الأب والأم والأبناء كانت قائمة على المشاركة والتعاون بين جميع أفراد الأسرة فنشوفه كده دور الأب زي دوره حاليا كان يرعى أفراد الأسرة ويعمل من أجل توفير احتياجاتهم يعني راجل البيت زي ما بيقولوا وهو رب الأسرة دور الأم زي برضو مشابه لدور الأم حاليا تكون برعاية الأبناء وتشرف على أعمال المنزل عشان كده كنا بنقولوا عليها ربة المنزل أو سيدة المنزل كما تعمل خارج المنزل في مجالات متعددة مثل الزراعة يعني تساعد زوجها في الزراعة وفي بعض الأحيان زي ما بتشوفه دلوقتي ممكن تاخد البيض أو اللبن أو غيره من المحاصيل وتذهب للأسواق لبيعهم أو لشراء ما يحتاجوا البيت طبعا بعض النساء طبعا تخصصوا في الطب يعني اللي هو مضوع الولادة وأمراض النساء بالذات يعني كان فيه سيدات عندهم من الخبرة والقدرة على طبعا القيام بهذا الدور تولت المرأة في مصر القديمة العديد من المناصب العليا في الدولة وطبعا بتحتوي المقابر الفرعونية على كثير من ما يدل طبعا الأثار اللي بتدل على وجود مثلا ملكة زي الملكة حتشبسود طبعا مشهورة جدا كحاكم منفرد وطبعا برضو ملكات كانوا متزوجين من الملوك زي الملكة نيفرتاري والملكة نيفرتيتي والدور طبعا الملكة يا حتب عندنا قضاء قاضيات من النساء وزيرة كاتبة طبعا زي مثلا ميرت أتون وكانت المعابد المصرية يوجد فيها كهنة من الرجال وكاهنات من النساء وطبعا كان عندنا آلها الإلهة إيزيس إلهة الأمومة طبعا عند المصريين القدماء وكان دائما يعني المرأة سواء أم أو أخت أو زوجة أو ابنة محل احترام وتقدير من المجتمع والمصريين رغم طبعا قدم الحضارة المصرية احنا بنتكلم على ما يقرب من 4000 سنة قبل الميلاد تمام لأن المجتمع منذ بداياته كان بيحرص على يعطي المرأة حقوقها زي الحق في المراس الحق في البيع في الشراء بينما يعني في مجتمعات ظلت بعد المجتمع المصري بعدة ألاف أربع وخمس تلاف سنة لم يمنحوا المرأة طبعا هذه الحقوق حتى وقت قريب طبعا وده بيدل على سبق المصريين القدماء في إدراك دور المرأة ومنحها حقوقها وده طبعا كان ليه برضو أثر إيجابي على المجتمع المصري كانت المرأة تحتل مكانة كبيرة في مصر طبعا قديما وحاليا في الوقت الحاضر طبعا برضو تتولى العديد من المناصب كوزيرة قاضية طبعا في نسبة من السيدات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وطبعا في العديد من الأحزاب السياسية والتالي قديما تمتعت المرأة بمكانة عليها في المجتمع وتولت العديد من المناصب إبقى إذن المرأة في الماضي والحاضر نالت حقوقها طبعا كاملة طبعا ما يدل على طبعا اهتمام المصريين حاليا بمنح المرأة حقوقها عندنا منح الدستور المصري لعام سنة 2014 على عديد من الحقوق للمرأة حيث تنص مدى 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق سواء المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مدى 11 تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق مدنية وسياسية واقتصادية والاجتماعية والثقافية طبعا لأن المرأة نصف المجتمع ولا تقدم لأي مجتمع طبعا بدون وجود المرأة ودورها في المجتمع مثلها مثل الرجل ويفقا طبعا لأحكام الدستور كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضده يعني محدش يقول لا المنصب ده المفروض أو المكان ده يتولى رجل وليس مرأة طبعا ده أمر مرفوض ويعتبر تمييز ضد المرأة دور الأبناء في مصر القديمة يساعد الأبناء والديهما في العديد من الأعمال زي ما قلنا بالنسبة للبنين كانوا يذهبوا طبعا لمساعدة أباهم في الحقول أو في الصيد أو في الراعي على حسب طبعا المهنة اللي بيمارسها الأب أو حتى في الورش أما البنات فطبعا كان لهم ضر في مساعدة الأم طبعا في المنزل والقيام بالواجبات المنزلية طبعا زي ما قلنا كانوا يذهبوا برضو لبيت الحياة المدرسة لتعليم القراءة والكتابة ودراسة العلوم المختلفة في نصوص طبعا كتير بتدل على اهتمام المصري القدماء بغرس القيم والأخلاق النبيلة في تربيت أبناه من خلال مثلا النصين اللي احنا قدامنا دولة يقول الحكيم بتاع حطب طبعا من عصر الدولة القديمة لابنه في أداب الضيافة ده النصوص دي طبعا كانت بتستطيع يعني قبل ما نقرأ كده النص دي النصوص كانت بيتم تدريب الطلبة في المدارس على كتابتها طبعا وحفظها طبعا زي مثلا ما احنا في المدرسة بنحفظ عبارات زي النظافة من الإيمان والعقل السليم في الجسم السليم وكده دي تعتبر أقوال معصورة أو حكم فطبعا المصوري القدماء برضو كان عندهم حكم بيتم تدولها من جيل لجيل الحكيم بتاع حطب بيقول إذا اتفق أنك كنت من بين الجالسين يعني إذا حصل إنك كنت من بين الجالسين على مائدة من هو أكبر منك مقاما يعني بيديت حد مهم يعني فاخذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك وتكلم فقط بعد أن يرحب بك واضحك حينما يضحك فإن ذلك يدخل السرورة على قلبه تمام دي بيقدم أداب الضيافة اللي احنا دلوقتي بنقول عليها إتيكيت يعني تمام فإن الإتيكيت أو الأداب اللي بيتم تدريب الأطفال عليها حاليا زي برضو ما كان بيتم تعلمها للأطفال سماء حرص الأبناء دائما على اعتراف بفضل الأب فكتب أحد الأبناء قائلا كنت عكاز الشيخوخة في يد أبي ما بقي على وجه الأرض وكنت أروح وأخذه وفق أمره ولم أخالف أبدا ما قرره فمه ولم أتعود أن أتطلع إليه بنظرات كثيرة وكنت أطاطئه وجهي حين يحدثني طبعا هنا بيتحدث عن بر الوالدين طبعا والمعاملة ما بين الأبناء والأباء وقد كان المصريين القدماء عندهم من الحرص على إرضاء أباهم وبرهم في حياتهم حتى وبعد ممتهم يعني ده كان شيء مهم للأبناء ويتفاخر به الأبن طبعا إن هو بار بوالديه طيب هل كان زي ما احنا شايفين كده الحياة بالنسبة للمصر القديم كلها مدرسة وبعد المدرسة في عمل لا بالإضافة للعمل كان فيه كثير من وسائل التسليه والطرفيه عند المصريين القدماء زي لوحات كثيرة منقوشة فيه المقابر الفرعونية بتدل على اهتمامهم بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية زي الطابلة والمصبار وغيره وآلات وتاريه الألعاب مهمة جدا إن احنا نعرف أنواع الألعاب ديت عشان لما تجينا فيه اختياري أو أكمل أو كده الألعاب كان فيه ألعاب رياضية يعني محتاجة إلى مهارة وقوة زي السباحة التحطيب المصرعة تمام والتحطيب ده مازال موجود طبعا فيه صعيد رياضة شعبية كده بيمارسها الناس كل واحد فيه بيمسك نبوت كده ويقضي حركات أمام الخصم بتدل على المهارة والقوة فيه ألعاب تفكير زي لعبة السنت دي تشبه حاليا الشطرانج أو اللعبة اللي طبعا بعض الأطفال بيلعبها زي الـ XO أو كده يعني نمط من هذا هذه الألعاب يشبه يعني وليس طبعا مثل الشطرانج لكن طبعا بتعتمد برضو على التفكير لدى اللعبة برضو كان المصري القدماء طبعا إحنا عارفين أنهم يبتكروا التقويم الشمسي والسنة والسنة للاثناشر شهر والشهر تلاتين يوم وكان فيه أيام النسيء اللي هي أيام أعياد عند المصري القدماء لكن خلال السنة زي ما احنا عارفين كان عند المصري القدماء أعياد ومناسبات زي عيد ميلاد الملك تم الاحتفال بعيد ميلاد الملك وعيد توليه العرش دول مناسبتين مهمين جدا عند الشعب المصري قديما واجب الاحتفال بيه أعياد زي الفيضان والحصاد بيحتفل بيه المصريين وكان لحد وقت قريب طبعا قبل بناء السد العالي بيتم الاحتفال بعيد وفاء النيل وما زلنا حتى اليوم بنحتفل بعيد شم النسيم طبعا ده لأصل فرعوني تمام ومازال بيتم الاحتفال بيه حتى الآن الملابس عند المصري القدماء اختلفت طبعا باختلاف طبقات المجتمع زي حاليا كده يعني طبقات المجتمع بيبان ده لابس بدلة ده لابس جلبية ده لابس لبس بيدل على انه طبيب او انه شيخ مثلا او احد رجال الدين فكانت برضو الملابس مختلفة في مصر القديمة على حسب طبعا الوضع الاجتماعي للشخص ملابس عامة الشعب طبعا كانت تصنع من الكتان اللي بيتم زراعته طبعا في مصر واحد محاصيل الالياف بيتم تصنيعه طبعا تصنيع النسيج منه ويرتديه المصريين عامة الشعب طبعا لانه رخيص ملابس الاغنياء والملوك تصنع من الكتان علي الجودة او الحرير يعني جدان كتان يكون لونه ابيض اكتر شوية او انعم او حرير طبعا مستورد من خارج مصر وتطرس بالذهب والفضة والاحجار الكريمة طبعا كان فيه اهتمام عند المصريين القدماء بالنظافة الشخصية فكان من عادة المصريين القدماء طبعا الاستحمام وغسل اليدين قبل الاكل وبعده والعادات طبعا الجميلة اللي احنا متورسينها عنهم يعني كانت النظافة طبعا مهمة جدا النظافة الشخصية للمصريين القدماء والاختسال طبعا اه وكانوا بيرتدوا الكثير من ادوات الزينة المعروفة لغاية دلوقتي زي الاساور القلاءة اه العطور كانوا بيستخدموها عرفوها طبعا وزي ما احنا بنشوفه كده في الرسومات او التماثيل الفرعونية في حاجة اسمها شعر مستعار كده تحس انه لابس بروكة يعني سواء للرجل او للسيدة تلاقي ان الشعر مصفف بطريقة معينة كده طبعا بيكون شعر مستعار وليس شعر حقيقي طبعا العلاقات الاسرية في مصر قديما كان الزواج في مصر قديما قيما على المودة والرحمة بين الرجل والمرأة فمن وصايا الحكيم بتاع حطب برضو اللي احنا خدنا له نص من شوية عن العلاقات الاسرية والواجبات الزوجية بالنسبة للزوج والزوجة فبينصح احد تلاميذته يعني او ابنائه اذا كنت عاقلا فاسس لنفسك دار يعني اذا كنت عاقل وعارف مصلحتك فانت طبعا بتروح تتجوز وبتحب زوجتك طبعا حبا جما وبتجيب لها الطعام والثياب وتقدم لها العطور والهدايا يعني لينشرح صدرها ما عاشت وياك طبعا ومنازعتها ولا تكن شديدا عليها طبعا دي بتدل على مدى اهتمام المصري القدماء بالمعاملة الرقيقة والحسنة للزوجات ومن وصايا الحكيم آني ده في عصر الدولة الحديثة ويتحدث عن فضل الام وحسن معاملتها ضعف الخبز الذي تعطيه لامك واحتملها كما احتملتك فقد ولدتك بعد تسعة اشهر وضمتك الى صدرها وارضعتك هنا بتكلم عن فضل الام وحسن معاملتها وهمية بر طبعا الوالدين كده احنا خلصنا الدرس طبعا بنفكركم بملخص الدرس يعني في الجزء الاول احنا اتكلمنا على طبقات المجتمع المصري اللي هما اربع طبقات ومهم جدا ان انا او الطالب يعني يكون ملم بهذه الطبقات لان انا طبعا موضع سواء حافظ طبعا كل طبقة فيها مي الطالب مدرك دور الاب والام والابناء في مصر القديمة ولديه من الادلة والنصوص ما يدل على مكانة المرأة قديما وحديثة الطالب يكون تعرف على بعض وسائل الترفيه عند المصر القديم زي الغناء والعزف والالعاب والمناسبات والاعياد تعرف على الملابس واختلافها واسباب اختلافها طبعا عند المصريين القدماء واستعرضنا مع بعض بعض اقوال الحكماء زي الحكيم بتاع حطب والحكيم آني وطبعا هنا صورة لاخناتون وزوجاته النفرتيتي وأولادهم ورجل وزوجاته في موسم الحصاد الصور دي بتدل طبعا على مكانة المرأة وان المصر القديم ما كانش طبعا بالنسبة له عنده اي مشكلة انه يتم تصويره هو وزوجته على جدران المقابر او على جدران المعابد ليدل طبعا على مكانة هذه المرأة في المجتمع هلتنا نقول مع بعض بعض الاسئلة كده سريعا بحيث نقيم طبعا ما تم دراسته في هذا الدرس فينضم التجار للطبقة ايه من طبقات المجتمع هنا ندرسنا اربع طبقات احنا بتكلم هنا على التجار طبعا طبقة تجار نقولنا ان هي في الطبقة التالتة مع كبار الحرفيين وصغار المواصفين سؤال الثاني احد الاعياد التي يحتفل بها المصر القديم هل هو عيد التحطيب ولا المسارعة ولا الفيضان ولا السنت طبعا من خلال كده ما درسناه نحن عرفنا ان احد هذه الاعياد هو عيد الفيضان كلا من وسائل الترفيه عند المصر القديم معادة عندنا اربع حاجات فيها مثل تلاتة من وسائل الترفيه عند المصر القديم واحدة لا علاقة لها طبعا بالترفيه طبعا عندنا التعليم العزف السباحة الغناء طبعا التعليم ما كانش يلغرض منه طبعا الترفيه يعني ذهاب الأطفال للمدرسة أو بيت الحياة في مصر القديمة هو غرض تعليمي بحث وليس غرض طبعا التسلية أو الترفية عن أنفسهم كانت ملابس عامة الشعب تصنع من الحرير الصوف الكتان الجلد حرير الصوف الكتان الجلد طبعا لما نبصه كده نبن نتكلم على ملابس العامة طبعا من الكتان سؤال ثاني دلل طبعا من الأسئلة طبعا في كتير من الطلبة بيشوفها أسئلة صعبة طبعا لكن هي أولا صعبة ولا يعني الموضوع بسيط يعني ما نستقلش السؤال طالما خارج عن نمط الاختياري والمقالي يعني الاختياري وصح وغلط وكده لا الأسئلة المقالية برضو لها دور مهم وبتبين مستوى الطالب اللي فاهم المادة وعارف من اللي طبعا مش مذاكر كويس طبعا السؤال هنا يقول تختلف ملابس عامة الشعب عن ملابس الملك والأغنياء في مصر القديمة تختلف ملابس الملك والأغنياء في مصر القديمة الدليل طبعا السؤال ده مطلوب مني أن أنا أجيب دليل مقولوش بقى إيه حيث اختلفت باختلاف الطبقات ده لو أنا بسألك بما تفسر إن مدلل يبقى أنا هقول له كانت ملابس الملك والأغنياء تصنع من الكتان على الجودة أو الحريب وتطرس بالذهب والفضة والأحجار الكريمة يبادى دليل على إن ملابس الأغنياء مختلف طب ملابس العامة حوله بينما كانت ملابس عامة الشعب تصنع من الكتان وتتسم بالبساطة سؤال صوب ما تحته خط ترشيد استهلاك الموارد يساهم في زيادة المشكلة السكانية هنشيل كلمة زيادة طبعا إحنا قلنا من حلول المشكلة السكانية ترشيد استهلاك الموارد يبا إحنا ده بيساهم في حل المشكلة السكانية يرمز للإله آتون في مصر القديمة يرمز للإله آتون في مصر القديمة إلى طبعاً الإله أتون هو أحد الآله اللي ندى بعبادتهم إخناتون وهو طبعاً يرمز إلى الشمس إله الموت عند المصري القدماء وترقص محكمة الموت هو الإله أوزوريس صنع المصري القدماء ملابس عامة الشعب من صنع المصري القدماء ملابس عامة الشعب من الحرير طبعاً هنشيل كلمة الحرير وإحنا لسه أيلين مرة واثنين وتلاتة إنه كان بيصنع من الكتان اهتمل مصري القدماء بإقامة الاحتفالات والأعياد مثل عيد الوزير اهتمل مصري القدماء بإقامة الاحتفالات والأعياد مثل عيد إيه؟ طبعاً عندنا عيد مثلاً ميلاد الملك أو عيد تولي الملك للعرش طبعاً أنا محتاج بس اسم أي عيد من المصري القدماء طبعاً كانوا بيحتفلوا به كأحد أسليب الترفيه والتسلية في مصر القديم في نهاية الدرس أشكر حضراتكم كان معكم الأستاذ أحمد محمود السيد خبير تدريس المادة بوزارة التربية والتعليم مع تمنيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي بالوزارة طبعا بالتوفيق لكم جميعا أتمنى أن أكونوا فقط في شرح الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته